السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس لح نبدأ باللينغراف من أجل العمل اللينغراف هنا لح نستخدم اثنين باكيجز يعني we need to import 2 باكيجز لح نبدأ بالأولى import numpy هذي numpy لإستخدام العمليات الحسابية حتى نختصر على الاسم نستخدم اس mp يعني هاي الاس mp حد خلينا بدل ما نكتب numpy بالكود نكتب mp اللايبراري أو الباكيج الثاني اللي نحتاج هنا import matplotlib.pyplot طبعا هنختصر هذي plt هذي تستخدم من أجل الرسم يعني هاي من أجل عمل حسابات حسابات رياضية أو علمية هاي من أجل الرسم هذي the libraries أو الباكيج اللي نحتاجها الشي اللي احنا نرسمه هو الجيب والجيب تمام الساين والكودساين طبعا من أجل عمل أي رسم ذات بعدين هنحتاج ال x وال y فممكن ننتج غيم ال x كالتالي np. نحن سونا call numpy library باستخدام اسمها المختصر np.lin space طبعا هاي الفنكشن لن space تحتاج بداية و نهاية لانترفال و عدد النقاط على هذا الانترفال بالحالة ما نتنا هنبدأ من الصفر ننتهي بال 2pi pi هي النسبة الثابتة حتى نستخرج قيمة pi نكتب np أيضا نستخرج هذا الثابت من اللايبراري أو نستدعي من اللايبراري np.py عدد النقاط اللي يريدها على هذا الانترفال يوم الصفر إلى 2pi هي 100 هاي قيمة ال x طبعا نقدر احنا أيضا حتى نكون الأمر أكثر وضوح نقدر نطبع ال x print ال x هاي مجرد for debugging هاي كامنت بفنكشن نستردام الهاشبان فهنا نقدم for debugging هاذا اللي debugging هنتبع ال x حتى نشو شنو هو الآن حتى نستخرج قيم y فعلى سبيل المثال إذا أريد أرسم الآن $gip هاذا اسم متغير ممكن تكتب أي شيء sin طبعا نستلعي function من اللايبراري numpy هاذا السبب ليش احنا سوينا import لل numpy وننطي قيم ال x هس احنا لل function نطينا قيم ال x نحصل على قيم ال y مثل ما قلنا للرسم هنحتاج ال x وال y خلي ايضا نرسم نرسم ال cosine ايضا mp dot cosine نطي قيم ال x الآن حصلنا على ال x وال y ممكن نرسم حتى ننسوي plotting plt نستدعي library أو package matplotlib باستخدام اسمه المختصر plt plot يعني احنا نستدعي الفنكشن plot ونطيه قيمة ال x وال y طبعا ال x x وال y مثلا اذا ارسم لي السين اكتب y مثل ما سمينا المتغير plt dot plot ايضا قيمة ال x y cos اللي احنا احنا سوينا الرسم الان حتى نظهر هذا الرسم على السيكرين نحتاج نسوي قول الفنكشن اخرى اللي هي show يعني هاي show show plt على السيكرين نظهر الرسم على السيكرين اللي اهنا خلصنا الكود ممكن نسوي save هتنسوي run هذا الكود ممكن انا على الماك ممكن استخدم terminal اكتب و ال path الى الفايل تقدر اسوي الى drag and drop الان لاحظ هاي قيم ال x اللي هي numpy array 100 عنصر من numpy array مثل ما حددنا وهذا هو plot اللي طبعا هذا هو cosine البرتقالي والازرق هو sine